نظمت جمعية أطفال عدن لتوحد معرضاً للوسائل التعليمية في ختام دورة تدريبية حول الوسائل التعليمية من خامات البيئة المحلية بدعم من كلية اللغات بجامعة عدن وزار عميد كلية اللغات بجامعة عدن الدكتور جمال الجعدني أقسم المعرض التي شملت وسائل تعليمية خاصة بمادتي الرياضيات واللغة العربية ومخارج الحروف وأشغال يدوية صنعها أطفال توحد وتناولت الدورة معارف ومحاضرات عن الوسائل التعليمية وأنواعها وأهميتها ومعايير اختيارها وطرق الحفاظ والاستعمال للوسائل وأنواع وسائل اللوحات التعليمية هدفت برفع درجة كفاءة العملية التعليمية في الجمعية من خلال إعداد معلمين قادرين على إنتاج وسائل تعليمية تسخدم في جميع المواد الدراسية وكذا استثمار خامات البيئة المحلية وتوظيفها للحصول على وسائل بديلة ترجمة نانسي قنقر